النهاردة بيرامدز هذه القائمة الرائعة الكبيرة على مستوى اللاعبين الأسسيين وعلى مستوى اللاعبين اللي كانوا موجودين على الدكة كان نقيسهم اللاعب هو أحمد فتحي الاسم الكبير الكابتر أحمد فتحي من أهم اللاعبين في تاريخ مصر كان مستبعده تكيس جونيس لأسباب فنية معلوماتنا هنا في رقم عشرة إن أحمد فتحي طلب من إدارة نادي بيرامدز الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم هو لسه فضله سنة بس طلب الرحيل من نادي بيرامدز بشكل رسمي طلبها من إدارة النادي هو مش مبسوط هو أحاب إنه كان يشارك هو أحاب إنه كان يبقى موجود وده يعني إيه دي شخصية أحمد فتحي بالمناسبة يعني إنه هو بلعب في الاسمهي بلعب في الهي بلعب في أي نادي هو محبش هو الدكة ما بالك أنت هو برق قائمة تماماً في نادي بيرامدز عشان كده طلب الرحيل عن النادي بنهاية الموسم بشكل ودي رغم إنه فضله سنة في نهاية عقده مع النادي